سبيل الإعلام الحلقة الثانية أهلا يا خلتصفية أهلا يا أولادي مرحب مرحب الحمد لله يا أولادي طبعا يا خلتصفية المرة الفاتت تكلمتين عن الملك جبريل الجلي زكريا ومريم وبشر كل واحد منهم ببشارة عظيمة في وقتين مختلفين وآخر مرة خليناه كان بيتكلم مع مريم أها الحصل شنو طيب بعد ما الملك خلص كلامه مع مريم ومشى منها مريم قرر إنها تمشي تزور قريبته علي سعبات وقامت مشت لبلد في دبال منطقة يهودة وهناك دخلت بالذكريا وسلمت على علي سعبات زوجته وبمجرد ما علي سعبات سمعت سلام مريم اتحرك الجنة في بطنة واتملت بالسر الإلهي وقالت لي مريم بأعلى سوطة من بين كل النسوان انت مبروكها ومبروك ولدك البتل ده ده شارف عظيم لي لأنه مسيدي زارتني وبمجرد ما سمعت سلامك الجنة تحرك في بطني من الفرح وهنيالك يا مريم هنيالك يا مريم لأنك آمنت بأنه وعد الله لك حق طبعا يا جماعة الأصابات قالت الكلام ده إشارة لكلام الملك لمريم وفي نفس اللحظة مريم من شدة الفرح قالت أن شدة تعظم فيه الله من كل قلبي أعزم ربي المحد لا يدربي روحي تفرح روحي تفرح بي الله البنجيني من كل شر لأنه ريت في حالي أنا خادم الضعيفة المسكينة وما لقلبي بالإيمان والسكينة وما لقلبي بالإيمان والسكينة ومن الوقت ده كل الأجيال حتسميني المبروقة لأنه هل القدير أكرمني أكرمني بي حاجات عظيمة حاجات ما بتدركة بل مجهودة النفس اللئيمة تبارك الله القدوس 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 تبارك الله تعرف ثم تبارك الله إلى النعمة من الأغنياء ويعطف وتولى الفقرة الجدير برحمته ساعدني الجدير برحمته ساعدني ساعدني إسرائيل شعبي حسب عهده لسيدنا إبراهيم وزريته للأبد أحمد الله أحمد الله وعظم ربي الواحدة الأحد الواحدة الأحد ومريم قعدت مع علي صبات حوالي ثلاثة شهور وبعد ذلك رجعت لأهله وعلي صبات تمت فترة الحمل ووالدت لها ولد وأهله وجيرانا سمعوا بالخبر وإنه الله رحمه وفرح ليها شديد وفي اليوم الثامن جو عشان الطفل أهله كانوا عايزين يطحروه وكمان كانوا ناوين يسموه زكريا على اسم أبوه حسب عاداته لكن أمه قالت لا نحن عايزين نسميه يحيا وأهل أليس أبوه جيرانا استغروا جدا وقالوا ليها لكن ما سمعنا بأي ذول في أهلك سموه باسم زيدا ويا ناسا خلونا نسمع أبوه ورأيه شنو وأشروا لي زكريا عشان يوريهم رأيه ولكن لأنه زكريا كان ما بقدر يتكلم عمل لهم إشارة على إنه عايز ليه لوح يكتب عليهم وبالمجرد ما جابوا ليه اللوح كتب عليهم اسمه يحيا يحيا غريبة وفي نفس اللحظة انطلق لسا عن زكريا وبيقى يتكلم وسبح الله وكل الحاضرين ملاهم الخوف والرهبة لكن زكريا يتملأ بالسر الإلهي وربنا ألهمه وقال تبارك الله تبارك الله ربنا لأنه حيش منا بالفداء العظيم لما يرسل لينا المنجي الغدير على عرش الفقيم أن حيكون ملك من زرية عبد داود تبارك الله صاحب الكرم والجود لأنه من غديم الزمان قال بالسان أنبياء المختارين حينجيهنا من أعدانا وكفينا شر الحاغدين وبكده يصهر رحمة لأجدادنا حسب عهد المغدس الأخصنبيه له ابونا إبراهيم عهد مبارك من رب رؤوف كريم عشان نعبد بلا خوف نعبد طول عمرنا بتغوى وصلاح ويرشدنا للفلاح وانت يا يحيا حتكون نبي الله الغدير لأنك حتجي بسلطانه تجهز طريق المسير وتشرح للناس أن نجاتهم هي بغفران زنوبهم بواسطة الكريم إلهنا رحمن الرحيم عشان كده وهو في علاه نوره بيصهر للأنام يصهر للعايشين في الظلام ومهددين بسؤال خاتم السقيم ويهدين للطريق المستقيم وبعد ذاك بيقوا الناس يتكلموا بالحكاية الغريبة الحصرة دي في جبال يهوزة كلها وكل الناس يستمعوا القصة دي كانوا بيفكروا ويقولوا يا رب الطفل دا بعدين لما يكبر هيكون شنو الناس دي كانوا بيقولوا كده لأنهم يتوقعوا إن الله هيخصوا بمعونته أما الطفل كان بيكبر ويتقوف الأمور الروحية وكان بيعيش في الخلل غاية ما ظهر عالمي لشعب بني إسرائيل وقبل ميلاد سيدني عيسى بيشهور يا جماعة القائد الروماني أكسطس طلع عليه قرار بأنه لازم يعد سكان كل البلاد الأراضيها كانت وازعة جدا عشان كده سموها الأندراطورية لتحصيل الضرائب والتعداد تم قبل ما يكون كيرينيوس حاكم على سوريا وكان كل زول قام ماشى لأهله عشان يتسجل هناك للتعداد ويوسف لأنه كان من ذرية الملك داود قام ماشى من الناصرة في منطقة الجليل لبيت لحم بلد جده اللي هي في منطقة يهوزة عشان يتسجل هناك وساق معاه خطيبته مريم وهي كانت حامل بقدرة الله وبعد مدة من وصولهم لبيت لحم مريم جل وكد بتاعها عشان تولد وولدت ولد البكيرف ولفته بكطعة من الجماش ونومته على مصطبة صغيرة مخصصة لعلف البهاين لأنهم مالقوا لهم أي مكان فاضي في الغرية وطبعا يا جماعة دا كان بترتيب من الله سبحانه وتعالى في نفس المنطقة كانوا في رعاة بيبيتوا في المراعي والرعاة دين كانوا بيعملوا دورية عشان يحرصوا بهايمهم بالليل وفي الوقت اللي تولد فيه سيدنا عيثة الله رسل ليهم ملك ونور جلال الله دو حول الرعاة والرعاة خافوا جدا لكن الملك قال ليهم يا جماعة ما تخافوا أنا جيت عشان أديكم البشارة بخبر مفرح لكل شعب بني إسرائيل الليلة ولد لكم منجي في بيت لحم مدينة داوت هو المسيح الحيقودكم ويتولى كل أموركم وأنا هأديكم علامة عشان تعرف بيها الطبل دا والعلامة دي هي إنه الطبل اللي أنا بحديسكم عنه دا حتلقوهم ولف لف بي قطعة جماش وراجد على مصطبة صغيرة وطوالي بعد الكلام دا انضموا للملك مجموعة إضافية من الملايكة وكانوا بيسبحوا ويقولوا الجلال لله في علاهو والسلام عن الأرض للمات اللي استفاهم الله ورضى عليهم وبعد ما الملايكي رجعوا للسماء الرعاة دالوا لبعض عشان نشوف الميلاد العجيب اللي قدمنا بيهو الملك الرسل والله هاي أيوة فكرة جميرة يلا لكم نمشي يا رقون بسرعة يلا رحون وطبعا الرعاة دال قاموا مش بسرعة ولما وصلوا هناك لقوا الطفل راجد في المصطبة ومريم ويوسف كانوا جنبه والرعاة لما شافوه حكوا للحاضرين الكلام اللي قالوا ليهم الملك عنه وكله زي السمع القصة اتعجب من الكلام اللي قالوه الرعاة وبعد ذاك مريم بيقض حافظه كل التفاصيل دي في قريبه وكانت بيتفكر فيها تفكير كتير والرعاة بعد ما شافه الطفل رجعوا هم بيسبحوا الله ويحمدوه على سمعوه وشافوه لأن كل شيء كان زي ما قالوا ليهم الملك بالضبط وفي اليوم التامن من ولادة الطفل طحروه عشان كده كانت إشارة للعهد اللي الله أداه لسيدنا إبراهيم وزريته من بعده وفي نفس الوقت كمان سموه عيسى زي ما ذكر الملك حتى من قبل أمه ما تحمل بيه وبعد أربعين يوم جاء الوقت بتاع طهارة مريم من النفاس ومريم ويوسف شالوا معاهم الطفل ومشوا لي بيطلة في القدس عشان يقدموا ضحية عبارة عن حمامتين لطهارة مريم ودي كانت هي ضحية الناس الفقراء حسب ما ذكر في التورات وكمان عشان ينزروا الطفل لأله لأنه برضو مسكور في التورات إنه كل ابن بكر لازم يكون منزور لأله موسيقى موسيقى السلام عليكم